اشتركوا في القناة من الفئة السابعة السنة دي هتكون على مفارقة او هتشكل نقطة انطلاق جديدة عشان سببين الحقيقة اولهم الاعتناء بالمساحات والسبب التاني الاعتناء بالجودة الفائقة اللي شاهد بيها كل اللي شاف سيارات الفئة السابعة واي سيفن الجديدة فيلا بينا نبدأ حيث كشفت جلوبال اوتو وكيل سيارات بي ام في في مصر عن الفئة السابعة الجديدة كليا في السوق المحلي المصري الاول مرة وتقدم الجيل ده الجيل السابع من السيارة في نسخ بنزين هاجينة وكمان نسخة واحدة كهربائية بالكامل اللي اول مرة في مصر النسخة الكهربائية باسم اي سيفن وتم اطلاق النسخ دي في حفل كبير ضخم تم تنظيمه في المتحف المصري الكبير الفئات والاسعار الفئة الاولى بنزين هاجين اسمها 740i pure excellence ودي سعرها الحالي في مارس 2023 5.950.000 جنيه الفئة التانية من النسخ البنزين الهاجين اسمها 760i x drive m sport ودي سعرها 7.400.000 جنيه اما النسخة الكهربائية بالكامل واللي اسمها i7 x drive pure excellence سعرها 6.200.000 جنيه بالنسبة لنسخ البنزين الهاجين جلوبال اوتو بتقدمها بضمان 5 سنين او 200.000 كيلو متر مع صيانة مجانية لمدة 3 سنين او 60.000 كيلو متر والفئة الاولى من النسخ البنزين 740i pure excellence بتيجي بمحرك 6 سلندر 3000 cc تيربو هاجين بقوة 381 حصان وعزم دوران 520 نيوتن متر والمحرك متوصل بناقل حركة في تيس اوتوماتيك 8 سرعات والسيارة دفع خلفي وقدرتها للتصارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة في 5 أربعة من 10 سنية مع سرعة قصوى 250 كيلو متر في الساعة واستهلاك وقود 7.9 من 10 لتر لكل 100 كيلو متر والملاحظ هنا استهلاك الوقود الممتاز جدا مع سيارة 6 سلندر 3000 cc تيربو اما الفئة التانية 760i x drive m sport فبتيجي بمحرك 8 سلندر 4400 cc twin turbo هاجين بقوة 544 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر مع ناقل حركة اوتوماتيك 8 سرعات ونظام الدفع الرباعي x drive وتصارعها من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة في 4.2 من 10 سنية مع سرعة قصوى 250 كيلو متر في الساعة واستهلاك وقود بواقع 11.2 من 10 لتر لكل 100 كيلو متر اما بالنسبة للنسخة الكهربائية i7 فبتتوفر بمحركين كهرباء بنظام دفع رباعي بيدون قوة اجمالية 544 حصان وعزم دوران 745 نيوتن متر مع تصارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة في 4.7 من 10 سنية وسرعة قصوى 240 كيلو متر في الساعة والعربية بتيجي ببطارية 101 كيلو واط وممكن شحنها حتى 80% في 34 دقيقة وبتقطع السيارة في الشحنة الوحدة مسافة اجمالية ما بين 591 إلى 625 كيلو متر وبس كده خلصت حلقتنا النهاردة أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وإذا كانت الحلقة عجبتكم ياريت تدعمونا بلايك وشير وتفعيل جرس التنبيهات بعد الاشتراك في القناة للي لسه ما اشتركش ولمزيد من الدعم ممكن تنضمو أو تنتسبو إلى القناة بالضغط على آيكونة جوين تحت الفيديو أو الدعم المادي اللحظي عن طريق آيكونة تشكرات أو استخدام رابط البيبال اللي موجود في صندوق الوصف وقلو لي رأيكم في التعليقات تحت الفيديو في الأسعار والمواصفات لسيارات بي ام في الجديدة وإلى لقاق في فيديو جديد حتى ذلك الحين في أمان الله